صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتين يوم الاثنين المقبل وجاء في المرسوم الرئاسي أنه يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتين المجتمعتين معا يوم الخامس والعشرين ديسمبر الجاري ويتضمن جدول أعمال البرلمان في دورته غير العادية وفقا لذاتي النص افتتاح الدورة متبوعا بخطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون